السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة ان نتعرف عن اهم خصائص الدين الاسلامي الاسلام يدعو الى الحياة ويدعو الى فعل الخيرات ونريد ان نتعرف عن الحرب في الاسلام هل هي دفاعية ام هجومية قضايا كثيرة ترتبط بادهان الناس نريد ان نعرف جوابا واضحا وبسيطا من خلال النصوص القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة خصوصا في هذه الدرفية العصيبة اول شيء ايها الاحباب الكرام نتفق عليه هو ان الدين الاسلامي هو دين الحياة انه اول ما يدعو اليه هو الحفاظ على الحياة وكل شرائعه وكل مبادئه وكل قيمه تدعو الى الحياة فالمسلمون هم ينبغي ان يكونوا دوما هم صناع الحياة ربنا عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اذا دعاكم لما يحييكم فالدعوة الاسلامية دعوة للحياة والشرائع الدينية كلها تصنع الحياة هذا اول مبدأ ثم ونحن نحيا ماذا نصنع في هذه الحياة اننا مدعوون جميعا ان نسارع في فعل الخيرات هذا هو المبدأ الاساس الذي يطبع الدين الاسلامي فعل الخيرات فربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز والتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون والتكن منكم امة يدعون الى الخير الدعوة الى الخير فالاسلام جاء للحياة وصناعة الحياة وامرنا بان نزرع الخير في كل مكان وهذا الامر لا يمكن ان يتم الا بعد ان يكون هناك سلام يستتب في كل المنطقة يكون هناك سلام لا حروب لا عنف لا صرع والحق عز وجل في كتابه العزيز يوجه لنا هذا النداء ويقول يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة يعني في السلم والسلام والامن وامر نبيه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبني المجتمع وهو يدعو الى الله تعالى حينما يستضم مع المعارضة او مع الخصوم امره ان يعاملهم بالصفح فقال الله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون هكذا يؤطر الدين الاسلامي اتباعه في كل بقاع العالم وعبر التاريخ القرآن العظيم الدستور الاعلى للامة الاسلامية سوف يعلن قواعد واضحة لمبادئ العيش المشترك سنلاحظ بان القرآن العظيم يبين لنا نحن فوق الكوكب الارض احنا كلنا عائلة واحدة نحن جميعا عائلة واحدة هذا المبدأ نكاد ننساه بسبب الاختلافات والصراعات نسينا باننا نحن في المجتمع الكوني نحن عائلة واحدة امر يقرره القرآن الكريم اول قاعد من قواعد الحياة فيؤكد بان الناس اصلا جميعهم على اختلاف دياناتهم وعلى اختلاف مناهجهم وعلى اختلاف اشكالهم والوانهم والسنتهم ومصالحهم الناس كلهم خلقوا من نفس واحدة فيقول رب العزة الخالق الباري جل على يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا هنا ربنا عز وجل يقرر باننا نحن البشر كلنا ننتمي الى عائلة واحدة خلقنا من نفس واحدة هي خلق ابينا ادم عليه السلام وخلق منها زوجها من نفس ادم ربنا سيخلق حواء امنا حواء ومن ادم وحواء ربنا سوف يخلق هذا البشر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فنحن جميعا ننتمي الى عائلة واحدة لاننا اصلا خرجنا من نفس واحدة من هذه القاعدة ربنا عز وجل يدعونا جميعا يدعو جميع البشرية ان تتعايش يدعوها ان تعيش في امن وفي سلام ان تنبد الحروب والصراعات وينهى عن سفك الدماء المطلوب ان يتعاون كل البشر على بناء الحياة وعلى صناعة الحياة ان يكون هناك الامن ان تكون هناك التنمية ان تكون هناك الرفاهية ان يكون هناك حقوق الانسان ان يتنعم الانسان بكل ما حبان الله به من خيرات فوق الارض وهذا يقتضي من جميع البشر لما تشكلوا عبارة عن دول او عن قارات او عن شعوب او عن قبائل طلب مننا ان نتعايش هذا ما يفعله القرآن العظيم فيقول ربنا عز وجل يا ايها الناس يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير فنحن بني البشر خلقنا من ذكر وانت ابونا ادم وامنا حواء ثم جعلنا شعوب وقبائل لاحظوا من يدرس التاريخ والجغرافيا سوف يرى بان الكويكب الارضي هذا الكويكب الصغير رغم انه يبدو لنا كبير هو من اصغر الاجرام السماوية نحن فيه شعوب وقبائل لماذا ربنا جعل الاختلاف بيننا عندنا اختلاف في الدين هناك اديان مختلفات عندنا اختلاف في اللغة عندنا اختلاف في اللغجات عندنا اختلاف في الشكل في الالوان هذا ابيض وهذا اسود وهذا اسمر وهذا عيونه زرقاء والاخر خضراء والاخر مائلة الى البنية اشكال والوان جعلناكم شعوبا وقبائل لماذا؟ لتعارفوا لتعارفوا يقع التعارف ويقع التعاون ويقع البناء والتعمير والتشهيد ثم بيّن ربنا عز وجل ما هو ميزان التفاضل بين الشعوب وبين القبائل ما هو الميزان؟ تفاضل هو ما يقدمه الانسان من خير للبشرية من هو افضلنا؟ الذي يقدم الخير للانسانية يقدم لهم الصناعة الطبية يقدم لهم الصناعة الهندسية يقدم له المناهج الدراسية المتجددة الاختراعات يساهم في خلق حياة جميلة يدعو الى القيم التي تربط بين الناس هذا هو ميزان التفاضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وربنا عز وجل حينما يضع هذا الميزان ويدعو الى الوحدة الانسانية يقرر بأن من أهم الأشياء التي يقع بها الصراع طبعا هناك المصالح هناك المصالح مصالح الدول والثروات وهناك أيضا المعتقد المعتقد هو سبب للصراع بين الناس اختلاف المعتقد اختلاف العقيدة الله تعالى يقول أيها الناس كلكم كلكم مع الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله هنا دعا إلى الوحدة للإنسانية والدعوة إلى الوحدة والتعارف بين أهل الأديان المختلفة ومما يميز أبناء الأمة الإسلامية أنهم يؤمنون بكل الكتب السماوية جميع الكتب ما أنزل على إبراهيم صحف إبراهيم وما أنزل على موسى التوراة وما أنزل على عيسى الإنجيل وما أنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم المهيم كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لماذا هذه الدعوة إلى التوحيد لكي نستطيع أن نتعايش ونتعارف ونتعاون وهذا كله يقتضي أن يكون هناك سلام لأنه إذا انتفى السلام والأمن والأمان ضاع كل شيء ضاع كل شيء ليس وراء السلام والأمن إلا الضمار والخراب والعنف وزهق الأرواح هذا المبدأ ربنا عز وجل فرضه على كل الديانات عبر التاريخ لما نقرأ تاريخ الأديان السماوية كلها ونقرأ تاريخ البشرية نلاحظ بأن رب البريّة سبحانه وتعالى يفرض على الجميع أننا نتمسك بقواعد السلام وقواعد الأمن وقواعد التعايش عند الجميع وذكر اليهود على وجه الخصوص فقال ربنا عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذا مبدأ فرضه الله تعالى على كل الأديان وخصوصا على اليهود من بني إسرائيل من قتل نفس واحدة نفس واحدة بغير نفس من غير عدالة أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قتل النفس شيء رهيب في الدين ومن أحياها من دعا إلى السلام ودعا إلى التحاور ودعا إلى الأمن ودعا إلى التفاوض ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ربنا عز وجل يعلم بأن هذه المبادئ هي قيم وهي تبقى نظرية هناك من يعتقد بها ويعمل بمقتضاها لكن هناك أقوام يفهمونها ثم يكيلون بمكيالين أو بمكاييل مختلفات ويغيرون وهذا قد نجده في بعض الخطابات السياسية والديبلوماسية والرسمية خطاب جميل خطاب يدعو إلى كده ولكن الواقع يعكسه هذا الذي في هذا النهج ربنا عز وجل ذمه كل من يخطب في الناس ويقول كلام جميل ثم يعمل غير ذلك هذا نهجه الفساد في الأرض وهذا ذمه الله تعالى فقال جل جلاله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرط والنسل والله لا يحب الفساد آية تعبر عن واقع البشرية تاريخ البشرية سنلاحظ بأن هناك حروب مدمرة قادها قادة كبار عوض أن يبنوا الحياة عوض أن يصنعوا الحياة صنعوا الفساد والإفساد والضمار والخراب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا لما يخاطب الناس ويصعد إلى القيادة يدعو إلى البناء والتعمير والتشهيد ولكنه بعد ذلك ماذا يفعل يسهل عليه أنه يدمر ويخرب ويقتل ويفسد الدماء وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل يهلك الحرث والنسل كاللحظة بعض الحروب من اللي يضربوا بقنابل خطيرة كي قتل البشر وحتى الأرض تسير غير قابلة للزراعة من جديد إلا بعد سنين طويلة يموت الزرع والضرع والبهائم وكل شيء ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد هذه قائدة الله تعالى لا يحب الفساد الله يحب الطهارة يحب الإصلاح يحب صناعة الحياة يحب السنم والأمان لكن نلاحظ رغم كل هذا فتاريخ البشرية مليء بالحرب مليء بالصراع ونحن في الدين الإسلامي دوما نتهم بأننا نحب الحرب والعكس هو الصحيح أن الدين الإسلامي يجعل الحرب هي عبارة عن دفاع لما يقع هناك هناك اعتذاء وظلم الناس يهبون لحماية الأنفس وحماية الأرض وحماية الحياة يدافعون عن الحياة ويقفون في وجه من يريد تدميرها وهذا شهد به القرآن العظيم لما قال ربنا عز وجل ولولا دفاع لله الناس بعضهم ببعض وفي قراءة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز هذه القاعدة تختزل الصراع الذي يقوم بين البشر عبر التاريخ لما يكون نكجهات تقوم بالتدمير وبالخراب والجهات تدافع عن الحياة وعن القيم فماذا نسمع هنا هنا يظهر بأن الحرب في الدين الإسلامي هي دفاعية دفاعية وليست هجومية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الناس يتدافعون أهل الحق ضد أهل الباطل أهل الخير ضد أهل الشر أهل الحق والخير دائما يدافعون رغم أن الضريبة غالية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هنا ربنا عز وجل لم يذكر الأبراج التي هدمت والبنايات الشامخة والمصانع والمطارات وإنما ربنا أشار إلى ما هو مقدس إلى الأماكن العبادة لهدمت صوامع الصوامع هي أماكن العبادة عند اليهود والبيع البيع هي أماكن العبادة عند نصارى والصلوات هي أماكن العبادة عند باقي الأديان والمساجد هي خاصة المسلمين لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا المساجد هي التي ربنا قال يذكر فيها اسم الله كثيرا بخلاف باقي الصوامع والبيع والصلوات ربما يذكرون الله تعالى مرة في الأسبوع أو مرتين لكن المساجد خمس مرات في اليوم والليلة فالحق عز وجل يؤكد بأن هذه الحرب أو لا تكون هجومية بل تكون دفاعية وهذا الدفاع لماذا لما يقع ظلم على الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسادة الأرض يعني للأسف ضروري ومؤكد أن يقع هناك المواجهة ضروري لماذا لأن سنة التدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسادة الأرض أحيانا تكون الأزمات هي مقدمة لإعادة استثباب الأمن وإعادة الأوضاع إلى نصابها فهذه الحرب في الإسلام هي دفاع عن المستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لأنه أخطر ما في الحرب لما يتم استهداف المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الشيوخ والأطفال الصغار هذا مقرف للغاية والقانون الدولي يجرمه فربنا سبحانه وتعالى أراد منا أننا ننتبه إلى أن هذه سنة سنة رباني تاريخ البشرية للأسف هكذا مليء بهذه الصراعات وتلك الأيام نداولها بين الناس إن يمسسك القرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ونحن في خضم هذه الأحداث نتسأل ما هي القاعدة التي ينبغي أن يتعامل بها المسلمون مع غيرهم من غير المسلمين في هذه الضرفية الطارئة كيف نتعامل الله سبحانه وتعالى يعطينا جوابا واضحا فيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين يقول عباد الله إذا كان هناك صراع بين فئة وفئة ثانية فهنك بعض الناس أبرياء هم مخالفين لكم في المعتقد لكنهم لم يقاتلوكم ولم يظاهر عليكم فهؤلاء إياكم ثم إياكم أن تمسهم بسوء ربنا قال أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين يعني أن لا يمتد اعتداؤكم على الآخرين ولكن الصراع يكون مع الذين يقاتلونكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم بمعنى أن لنعامل الآخرين لهم مسالمين معاملة طيبة بناء على مبدأ الاحترام المتبادل وهذا ما استفدناهم من دروس التاريخ فالتاريخ علمنا بأن الصراع بين الحق والباطل هو يسمت فترة زمانية ثم يعود مرة أخرى والحق طبعا لا ينتصر لمجرد أنه حق بل لا بد له من قوة تسنده وفئة عضده وأنصار يقومون به فربنا عز وجل قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أنزلنا معهم الكتاب الكتاب هو اللي فيه المبادئ والقيم لكن الكتاب وحده لا يكفي لا بد من الميزان الميزان معناه رجال العدل رجال القضاء رجال المحامات أصحاب حقوق الإنسان العدل الدولي حقوق الإنسان الدولية الميزان أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فربنا أنزل الكتاب لهو فيه المبادئ والقيم وأنزل الميزان لكي متلوه رجال الحق والقانون والعدالة الاجتماعية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد هذا كناية على الآليات الحربية لكنه فيه منافع للناس الحديد هناك جرفات وهناك قاطرات وطائرات من حديد فيه منافع للناس أيها الناس وأنتم تصنعون بيد الحديد اصنعوا به أشياء تنفعكم فيها البناء والتعمير وأيضا هناك أسلحة لتوقي الخطر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لابد أن تستعد للمواجهة وأندك أنك تصنع من الحديد بأس شديد نحن في خضم هذه الأحداث التاريخ مليء بالصراع وهذه القضايا تنطبق على محطات كثيرة من تاريخ الإسلام وتاريخ البشرية ما يهمنا أيها الأحباب الكرام في هذه العجالة أننا نحن أهل الإسلام أهل القبلة أهل القرآن ربنا عز وجل وعدنا بالمبشرات عندنا المبشرات ما يجعل الأمة الإسلامية دائما حية ويجعلها يقضة ويجعلها متفتحة وتواصل طريقها بإباء وشموخ المبشرات التي في القرآن العظيم مبشرات كثيرة فيها أن ربنا عز وجل وعد المسلمين بالعزة وعدهم بالنصر وهدف طمأنينة وتتبيت للقلوب وترقب الفرج وإعان على الصبر فربنا عز وجل قدم لنا وعدا للأمة الإسلامية في كل تاريخها في أيام زمان الماضي وفي وقتنا الحاضر وفيما يستقبل من السنين والعهود المقبلة ما هي أهم المبشرات كثيرة نقف عند واحدة منها وهي قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بشيء هذا وعد إلهي لأبناء الأمة الإسلامية عبر التاريخ في كل الأزمنة بالنصر والتمكين وهذا وعد لا يتخلف أبدا لأن ربنا عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على هذا الأمر وهم في حالة الاستضعاف والإداء للأسف الصراع بين الحق والباطل بين الخير والشر بين الإيمان والكفر هو الذي يميز حقيقة الوجود تاريخ البشرية كله منذ كان هو قائم على الصراع بدأ الصراع بين أبين آدم يمثل الحق وبين إبليس يمثل الباطل أبونا آدم يمثل الخير وإبليس يمثل الشر أبونا آدم يمثل الإيمان وإبليس يمثل الكفر هذه تنائية ميزة تاريخ البشرية وهي تأخذ صور وأنماط مختلفة وستبقى هذا الصراع سيبقى إلى قيم الساعة النس هناك من يدعو للتعايش والسلام يتم في فترة زمنية ثم سرعان ما ينشب الصراع من جديد إلى قيم الساعة لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأننا في مثل هذه المواقف العصيبة أننا نتضرع إليه بأننا حتى لا يصيبنا البلاء في خضم هذه الأحداث أمرنا رب البري جل جلاله أننا نتضرع إليه فنحن في حاجة إلى التضرع هناك من ينهج منهج ديبلوماسي للحوار ديبلوماسي هناك من ينهج منهج التصعيد للمزيد من الحروب هناك من ينهج منهج الحوار الديمقراطي ولكن نحن أيها الأحباب الكرام في أمس الحاجة أن نتضرع إلى رب البري بالدعاء لأنه قال لنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأسة والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون فلولا إت جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا إت جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم فالتضرع في مثل هذه الظروف في زمن الكوارت وزمن الحروب وزمن الأزمات العباد ينبغي أن يتضرعوا إلى مالك الملك إلى رب البري إلى صاحب الأمر نرفع أيدينا بالدعاء لرب السماوات والأرض بأن يكشف القرب وأن ينجي عباده المؤمنين وأن ينشر بين الناس الأمن والأمان والسلم والسلام فالدعاء هو من أسباب النصر ومن أسباب التمكين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم النصر لا يكون بالقوة قد يكون من الضعفاء ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم فالدعاء السلاح المؤمنين وربنا عز وجل قال وقال ربكم أدعوني أستجب لكم فالكل ينبغي أن يدعو الله تعالى حتى قال النبي الكريم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفض الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم وسألوا فأعطاهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عن الأمة هذه الغمة نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الكوارث والمنمات والحروب وسفك الدماء نسأل الله تعالى أن يستدب الأمن والأمان والسلم والسلام وأن يكون هناك التعايش والتراحم بين الخلق وأن ينصر الله هذا الدين ويعز به الله تعالى المؤمنين إنه سميع قريب مجهد السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة